متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم مروة سليمان والنهاردة إن شاء الله حتكلم عن أداة مهمة جداً داخل 11 Labs لما يعرفش 11 Labs 11 Labs هو موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحويل النص إلى صوت أو إلى أوديو من الموقع الممتازة جداً جداً في هذا المجال لو عايز تعرف عنه أكتر تقدر تشرفنا على قناة كل يوم موقع جديد حتلاقي سلسلة خاصة ب11 Labs لو أنت ما عندكش أي خلفية عن 11 Labs ولكن النهاردة حتكلم عن كيفية عمل AI Agent أو مساعد بالذكاء الاصطناعي تقدر تعمله Embed أو Integrated داخل الموقع بتاعك فيعمل محادثة مع Clients أو Customers أو الناس اللي بتخش على الموقع بتاعك من الأدوات المهمة جداً داخل 11 Labs واللي فعلاً مميزة واللي غيرت بصراحة من أداء 11 Labs في الفترة الأخيرة لأن دعلا نعرف أكتر عن الAI Conversational Tool الموجودة داخل 11 Labs يلا بنا أول حاجة هنعملها هنبتدي ندوس على GoToApp هتبتدي تعمل Sign In أو Sign Up لأول مرة داخل 11 Labs بجوجل أكاونت هتبتدي تخش على الداشبورد الخاص ب11 Labs هنبتدي نروح على السكشن المتعلق بالConversational عندك الـ Agents والConversations والـ Phone Numbers من الأول خالص أنت بتزبط السيتنج بتاعت التمبلت بتاعك أو الإعدادات على حسب أنت عايز تعمل الـ Agent ده لإيه لأن ممكن أن يكون الـ AI Agent من الشرط يكون support دعم مثلاً ممكن يكون math tutor زي ما هم هنا حطين video game character ممكن أي حاجة ممكن تكون English tutor مدرس English أي أن كان الـ AI Agent هنا أنت ممكن تبتدي تعمل له customization من الأول خالص باستخدام الـ Blank Template أنا هنا مثلاً هقول له support agent ممكن أن نختاره يكون support agent وهنا هسميه على سبيل المثال Infotech support agent ده الإسم بتاعه وحختار support agent وأقول له create agent حينقيني بعد كده عملية الإعدادات اللي أزبط بيها الـ AI agent بتاعي يكون عامل إزاي أول حاجة هختار اللغة وهنا أنا مثلاً هختار اللغة تكون اللغة العربية هو بيدعم عدد من اللغات لحد 32 لغة فأنا هنا هختار اللغة العربية هنا الفرست ميسج عايز أول رسالة إيه هنا طبعاً بالإنجليش hi I am Eric how can I help you هنا مثلاً ممكن أقول له مرحباً وسمي نفسي أي اسم ممكن أخلي Eric زي ما هو أنا Eric كيف يمكنني مساعدتك هنا system prompt حسيبه زي ما هو خالص مش حلعب فيه حسيبه باللغة الإنجليزية ممكن طبعاً أنت تضيف اللي أنت عايزه عليه وأنا بفضل لنا أستعين بأي LLM زي شات جي بيتي أو جيميناي عشان أعمل system prompt بالشكل لنا عايزة لو أنا حعمل prompt من أول وجديد أو حعمل custom AI agent خاص بحاجة معينة تانية غير مثلاً support أنا أفضل أن أنا أروح أجيب الأمر بتاعي من شات جي بيتي أخلي يعمل هو دي أو من أي نموذج ذكاء اصطناعي هنا هو عطيني by default حاطط لي you are a support agent named Eric and you are friendly أنت friendly وبترد على الناس بحماس وبتساعدهم في أن هم يحصلوا على المساعدة بتاعتهم جاوب من 3 ل7 sentences in most cases في أكتر الأحوال من 3 ل7 جمل هنا بقى الجميل هو اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي اللي أنت عايز تستخدمه هنا في مجموعة كبيرة من النماذج Gemini 1.5 Flash هو fastest أو الأسرع واخد بالك أنت بتحاول تقلل delay time الوقت اللي هو بيبقى فيه تأخير فهنا الأفضل أنت تستخدم الأسرع فهنا هيبقى Gemini 1.5 Flash طبعاً دي حاجة راجعي لك اختار اللي أنت عايزه أنا هاختار Flash وهنا بالنسبة لل temperature هسيبها زي ما هي احنا كنا تكلمنا عن درجة حرارة النماذج بتاعت الذكاء الاصطناعي سواء أن أنا بتحكم في temperature وانا خليها creative أو خليها random فيه عندك Limit Token Usage حسبها زي ما هي Knowledge Base والKnowledge Base دي مهمة جداً 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 Knowledge Base فيه 3 حاجات فيه File وفي URL وفي Text لو أنا اخترت الفايل هبتدي أرفع أي ملف أنا عايزة AI Agent بتاعي يتعلم منه بحط فيه كل المعلومات اللي ممكن يستفيد بيها AI Agent في الرد على العميل أو الكاستمر فهنا يفضل أن أنت ترفع الفايل والفايل ده ممكن يكون الفرمات بتاعه بDF, TXT, DOCX, HTML أو EPUB أي فرمات من دول تقدر أن أنت ترفعهم للملف بتاعك فيه كمان URL لو فيه رابط خاص مثلاً بالويب سايت بتاعك ممكن يتعلم الAI Agent أكتر ويكون الرد حيكون أفضل وأحسن وفيه كمان Text ممكن أن أنت تحطه لو أنت حابب فاختار حاجة من الثلاثة دول وابتدي أن أنت ارفعهم في عندي الجزء المتعلق بالتولز التولز اللي الAIجنت بيستخدمها عشان تساعد اليوزر Secrets أنت بتعرف Secure Secrets that can be used in tools برضو مش هعمل حاجة في هذه الجزئية أنا هبتدي هنا أسيب الاثنين دول زي ما هم أنا هبتدي أرفع مثلاً knowledge base فهبتدي ترفع الملف بتاعك وبعد كده هتقول Save علشان تسايف الجزء المتعلق بالأيجنت أو setting الإعدادات الخاصة بالأيجنت أو التاب عندنا فيه كذا تاب طبعاً دلوقتي هنشتغل عليه بالنسبة لي Voice خلاص كده ممكن على فكرة تبتدي تبتدي بتاست الAI ايجنت بتاعك بعد ما تخلص يعني أنا ممكن لأروح أعمل تاست للAI ايجنت بتاعي وتبتدي تعمل كول كأنك بالضبط تتصل بالتليفون تعمل كول هنا الجزء المتعلق بالcredits خد ذلك من الحتة دي أنت كل منت بتستهلك 500 credits من الكريدت بتاعتك اللي موجودة على 11 labs لأن 11 labs في الخطة المجانية أنت لك عدد معين وفي الخطة برضو المدفوعة ما عليك عدد معين فاخد بالك أنت أي يعني كل بتعملها فوق للتايست حتى بتستهلك من الكريدت بتاعتك حرجع مرة تانية عندنا Voice tab Voice tab بروح أختار الصوت اللي عايزة يتكلم في أصوات كتير جدا جدا ممكن أنا أختار ما بينها الصوت بتاعك يعني أنت ممكن تستخدم الصوت بتاعك أنا كنت عملت الموضوع ده قبل كده وجربته من الحاجات الحلوة جدا برضو لو أنت عايز تستخدم صوتك هو اللي يرد وفي الآخر خالص بقى بتختار الصوت اللي أنت هتشتغل بي وإحنا مختارين اللغة العربية فلاش دي طول جديدة ممكن تفعلها عشان تقلل بشكل عام أنا مستخدمة جيميناي فلاش 1.5 فإن شاء الله مش هيحصل تأخير هنا بالنسبة للTTS أو إدبوت فورمات الفورمات الخاص بجودة الصوت وهنا القواميس المتعلقة بالنط اللاتنسي برضو حسبها على الديفولت وعندي بالنسبة للإستابلتي بتاعت الصوت ثبات الصوت تشابه الصوت الصوت يبقى واحد وثابت معي الحاجات دي حسبها زي ما هي كده وبعد كده حبتزي أنتقل للأناليسيز وما تنسيش لو عايز تختبر الإي آي إيجنت بتاعك تختبره من هنا حبتزي أروح للأناليسيز وفي الأناليسيز هنا بتقدر تحط حاجة اسمها كريتيريا أو شروط من المفترض أن أنت لو كاستمر سابورت يعني خدمة عمل أو بتتكلم مع حد عايز تقيم المكالمة بتاعتك فتقيمها من إيه؟ تحط شروط معينة هنا مثلا في الـ Evaluation Criteria لو أنا حقيت Add Criteria ممكن مثلا سيسمي الكريتيريا دي Positivity الإيجابية وهنا أقول الأمر If the conversation Has any negative words مثلا كلمات negative or وإن الكاستمر مش satisfied فهنا بيظهر إيه المكالمات إيه اللي العميل فيها ما كانش راضي عن المنتج مثلا أو فيه أي negativity كلمات بتوحي بالنيجاتف إن فيه حاجة مش مظبوطة أو مش كويسة ففي الحالة دي هو بيبتدي إن هو يظهرها وهنا حقول Add Criteria إيه الـ Data Collection لو أنا عايزة يطلح حاجة معينة من الـ Conversation بحط Add Item الحاجة اللي أنا عايزة يبينها فيه الـ Conversation Number Integer إيه الحاجة اللي أنا عايزة يطلحها من المحاسة اللي تمت ما بين AI Agent وما بين Customer أو العميل هنا حبتدي أقول له Save وحيبان بقى l-Evaluation Criteria فين في History Tab نروح كده للHistory Tab بشكل سريع أواريكم الجزء ده لو أنا روحت كده للHistory Tab المفروض إن أنا بعمل معامل المحاسة حيبتدي يبان هنا دي محاسات من قبل فلو أنا حطت الكريتيريا فأي محاسة من دول السمري بتاع المحاسة Transcription اللي تم كان باللغة العربية Client Data لو أنا طلبة Data معينة تكون We Client Data لو فيه Data معينة أنا طلبة طلبة إن أنا أخدها مثلا أو أعمل لها Collection أنا هنا ما حطتش أي كريتيريا في دول المفروض بالنسبة لي AI Agent الجديد اللي أنا عملته أنا حطيت كريتيريا معينة المفروض حتظهر هنا لما حدوس على المحاسة من المفترض إنها حتظهر عندي في اللي أنا مساميها Positivity أوكي لو فيه أي Negative Word مثلا كلمة معينة العميد زعلان العميد غضبان حقدر أقيم المحاسة من خلال الكريتيريا الكريتيريا هنا الشرط اللي أنا حطاه قمت بإجراء التجربة لأن الصوت للأسف الشديد مش هيظهر من خلال الصوفتوير اللي أنا بشتغل عليه اتكلمت معي وعملت معي محاسة AI Agent وكان الهدف إن أنا أروح أوريك الجزء المتعلق بي الكريتيريا اللي أنا أظهرته الاناليسيز التحليل الخاص بي المحاسة لو دست عليها هتلاقي هنا الـ Overview وTranscription والClient Data زي ما أنت شايف أنا حطيت كريتيريا معينة أيمة على إظهار الكلمات الـ Negative هنا أنا سمتها Positivity مش Negativity Positivity علشان الجزء المتعلق بي يظهر عندي هل هو Positive ولا Negative هنا المنتج سيء جدا غير راضي على الإطلاق طلع لي الكلمات اللي بتدل على Negative Words أو الكلمات السيئة الكلمات هو هنا طلع لي الكلمات Negative فهنا للأسف الشديد ما فيش Positivity في المحاسة وبالتالي أنا حقعير اهتمام مثلا لهذا العميل إن أنا أتكلم معاه أو حد يتكلم معاه بقى شخص هنا غير الـ AI agent يتكلم معاه ويحاول يشوف المشكلة بتاعته فين لأن من المفترض إن الـ AI agent بعد كده من خلال هذه الاناليسيز بتبتدي إن أنت تتعامل بقى مع هؤلاء العمل يعني person to person هارجع مرة تانية للأيجنت بتاعي ونشوف بالنسبة للسيكوريتي في حسيب كل حاجة هنا زي ما هي الـ Advanced أيضا مش هلعب فيها خالص هسيبها زي ما هي اختبرتهم مش بصراحة قبل كده أنا اختبرت الأيجنت والـ Voice والـ Analysis حبتدي أروح طبعا تقدر تعمل تيست للـ AI agent بتاعك ونجي بقى الأهم حاجة وهي الـ Widget الـ Widget أنت هتاخد الـ Code الـ Ambit Code وتاخده وتروح تحطه عندك في الـ Website بتاعك أو الـ Application بتاعك وهنا الـ Appearance اللي هيظهر بيها الـ Widget ده والأفاتار هنا ممكن تغير في الألوان وهنا بالنسبة للـ Ticket Contents Start Cool Button Start A Cool هنا عايز تغير كلمة Start A Cool ولا لأ هنا End A Cool Hang Up هنا Cool To Action Need Help حسيب هنا كل حاجة زي ما هي أنت عايز بقى تسميها حاجة تانية غير Start A Cool Start مثلا Start Talking To Advisor اللي أنت عايز تحطه هنا ممكن أنك أنت تحطه وكي دي حاجة زي ما قلتناك راجعي لك أنت بعد كده في الآخر خالص يبتدي تعمل Taste للـ Agent الـ AI Agent وتتكلم معه الـ Agent ممكن تاخد Copy كمان وتبتدي Copy أنت تفتحه في تاب لوحده وتبتدي تجربه هروح لـ Test AI agent بعد ما تكون زبطت كل الكلام ده وابتدي أعمل معاه كل واخد بالك أنا اخترت اللغة العربية وكل مرة بتعمل Taste ده بيتخصم من الكريدس بتاعتك فاخد بالك من الموضوع ده وللأسف يعني أنا ممكن أتكلم معه ويرد علي لكن للأسف الصوت مش حيطلع لأن البرنامج اللي بسجل به مش حيظهر الصوت فأتمنى أن أنتوا تجربوه وتقول لي في comments إيه رأيكم في الدعم باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وإن شاء الله يعجبكم أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek for You زي بقلك في نهاية كل فيديو ما تنساش عمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزائي ما تنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة